طبعا الاجتياح التركي أريد أن أقول بأنه عدوان سافر على منطقة آمنة كانت قد تحولت إلى ملاز لعدد كبير لأكثر من 500 أو نصف مليون سوري نازح من المناطق السورية الأخرى وهم الآن يقتلون في عفرين وكانوا في مناطق في وضع آمن فاستهداف الدولة التركية وطيرانها للمدنيين في هذه المناطق ما هو إلا عبارة عن مشروع لإعادة انتشار المجموعات الإرهابية وداعش في سوريا بعدما شارفت قوات سوريا الديمقراطية بالقضاء عليها تماما في بقعة صغيرة بقيت منها في دير الزر لذلك أقول بأن هذا العدوان انتهاك لسيادة سوريا وانتهاك للقوانين الدولية يتطلب وضع موقف صارم وردع هذا العدوان التركي على عفرين لذلك المواقف التي ظهرت حتى الآن سواء كانت من الحكومة الروسية أو من الحكومة الأمريكية حقيقة لا تعبر عن الوضع الموجود فالحكومة الروسية بهكذا تصرف بعدما وهي تقف موقف الصامت في موجهة ما يحدث فهي تضع عفرين بين خيارين يا أما أنها سترجع لحضن النظام كما كان في السابق بعد أن عانى هذا الشعب من ويلات ومن استبداد عانى من استبداد هذا النظام دون أن يغير شيئاً دون أن يحرك ساكناً دون أن يقدم أي تنازل للشعب السوري رجوعه بهذا الشكل رجوع المنطقة إلى حضن النظام يخلق كارثة جديدة لكن الحكومة الروسية تضع هذا الخيار أمام عفرين وإن لم يتم قبول ذلك فالموقف الآخر أو الخيار الآخر هو مواجهة القصف التركي هذا تصرف غير لائق حقيقة بالحكومة الروسية ومن المفروض أن تصحح من مواقفها وتبدي موقفاً صارماً في مواجهة هذا العدوان لأنه بالنتيجة القصف الذي يحدث الآن يأتي معه بكارثة إنسانية ما يقارب أكثر من مليون ونصف مدني حالياً يعيشون ويقتنون في منطقة عفرين وحتى استطيعنا أقول أكثر من مليون ونصف باعتبار أن مناطق الشهبة أيضاً تتعرض للقصف وليست عفرين لوحدها مساحة واسعة من تلك المناطق تتعرض للقصف وترتكب فيها المجازر لذلك ما يقارب مليونين من المدنيين يتعرضون للمجازر لهذا يتطلب موقفاً صارماً بمواجهة ما يحدث وبمواجهة هذا العدوان السافر من قبل الحكومة التركية نعم أستاذة الهام دكتور نمرود أيضاً قال أو شكك كثيراً في موقف الموقف الأمريكي وقال بأنه موقف متذبدب أنتم كيف تعالقون على هذا الموقف وأيضاً هل هناك أي رسالة ضمنية أو حتى ظاهرة من قبل أمريكا؟ ونحن أيضاً انتقدنا الموقف الأمريكي في بيان صرحنا به اليوم كمجلس سوريا الديمقراطية نعم بيان صادر باسم الوزارة الخارجية الأمريكية هو حقيقة بيان متحف بحق العمل التشاركي بمحاربة داعش لكن تحديد إصدار هكذا بيان إلى جانب تصريحات أخرى أقول بأنها تسببت بتشجيع أردوغان للإسراء بحملته وبعنف عدوانه على هذه المناطق والآن يتطلب من الحكومة الأمريكية أيضاً مسؤولية أخلاقية بأن تواجه هذا العدوان صراحة ولا أقول بأن مواجهة هذا العدوان شرط أن يكون عسكرياً لكن تركيا هي دولة ناطو ودولة ناطو لها قواعدها وقوانينها فإن لم تتعرض أي دولة من دول الناتو لتهديد من طرف آخر لا يحق لها بدخولها أو مداهمتها أو اجتياحها أو تعريض حدود أخرى لأخطر لكن تركيا حالياً تفعل ذلك بحجة جواهية علماً أن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية حمت الحدود التركية السورية وساهمت بالحفاظ على الأمن والاستقرار في الطرف الآخر من الحدود أيضاً وليس داخل سوريا فقط إنما في تركيا أيضاً كان لقوات سوريا الديمقراطية دوراً أساسياً بالحفاظ على الأمن في تركيا لكن هي دائماً تعطي صورة أخرى للرأي العام وتبدي نفسها وكأنها هي تصبح في موقف المظلوم والتي تتعرض للتهديد بشكل دائم تخلق حجة جواهية تهاجم طرف آخر لذلك الحكومة الأمريكية أيضاً تعلم بهذه الوسائل وهي تطلب منها إبداء الموقف بأسرع وقت باعتبار أن تركيا حقيقةً ستؤثر بشكل سلبي جداً على الوضع السوري إن حاولت السيطرة على عفرين والمناطق الأخرى نعم أيضاً يعني هل لديكم أي اتصال معهم أي مع أمريكا يعني خاصة بأن هناك تسريبات تقول بأن مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكورك متواجد حالياً في كوباني لأن لنا تواصل معهم وهم الأجوبة التي يعطونها بأنهم يضغطون على الحكومة التركية ولهم مجهود ومحاولات بطرق مختلفة لإيقاف الهجوم على المناطق نعم يعني أيضاً يعني بحسب ما قال الدكتور نمرود أيضاً بأن تركيا تحتاج لحجة قانونية أمام المجلس الأملي شرعانة عدوانه على عفرين وربما لهذا السبب تقوم المخابرات التركية بقصف مدينتي ريحان وأيضاً كيلس هذا صحيح هي التي تقوم بقصف تلك المناطق لتحضر ملفاً وتقدمه لاجتماع مجلس الأمن وتتهم فيها قوات سوريا الديمقراطية وتقول بأنها قصفت هذه المناطق لكن أقول بأن بالرغم من تعرض مناطقنا لقصف عنيف بطيران وبراً وبالدبابات وبالأسلحة السقيلة إلا أن محاولات الدفاع أو المقاومة والدفاع هي حتى الآن ضمن حدود بداخل سوريا ولم تتوجه أي طلقة للطرف الآخر من الحدود